من القاهرة ينضم إلي دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة أهلا بك دكتور طارق ما الذي يحمله وفت حماس إلى مصر اليوم ما هي أبرز الموضوعات والأجندات لهذه الاجتماعات يعني أعتقد أن هناك منظومة من الملفات التي ستناقش لن تقتصر فقط على صفق التبادل الأسرة كما أشار الزملاء للأعزاء لكن بطبيعة الحال هناك ملفات أخرى ستطرح منها تثبيت حالة الهدنة ومنها ما يجري في الترتيب للتعامل الفلسطيني تجاه الملفات المتعلقة بإقامة علاقات عربية إسرائيلية مع بعض الدول العربية ومخاوف حماس من القادم القادم ربما سيؤثر على حماس جزء منه مرتبط بالعلاقة حماس مي على السودان والسودان اتخذ قرار التطبيع مع إسرائيل وبالتالي هناك مخاوف عاجلة وآنية تدفع حركة حماس إلى عادة ترتيب الأولويات والحسابات جزء منها الملفات التقليدية التي أشار إليها الزملاء وبطبيعة الحال هي موجودة لكن بطبيعة الحال هناك ملفات أخرى مستجدة متعلقة بإعادة تدوير حركة حماس لدرها داخل الساحة الفلسطينية كان هناك اجتماع للأمناء والفصائل لكن لم يتم كما تعلمي كانت هناك لقاءات في بيرود رمالة وأيضا إسطنبول وكان هناك اتفاق على تسريع معدل المصالحة واتخاذ إجراءات متعلقة بإدارة العملية الانتخابية أعتقد كل هذه الأمور كانت على جدوى الأعمال حماس وفتح طوال الفترة الماضية لكنها تعصرت وتوقفت بالتالي أمام المصارات الأخرى تفضلي دكتور طارق دعنا نتوقف عند ملف المصالحة الفلسطينية ما الدور الذي يمكن أن تلعب مصر اليوم بهذا الشأن خصوصا بعد الاجتماعات الفلسطينية الفلسطينية التي جرت في تركيا كيف يمكن أن تقارب مبين الجهتين القاهرة حاضرة بقوة ليس كدور وسيط إنما هي مصر دورها شريك في هذا الإطار والقاهرة حريصة على تقريب وجهات النظر ربما سيتم الاتفاق بطبيعة الحالة على اجتماع للفصائل في القاهرة ربما سيكون هناك ترتيب للأولويات الفلسطينية مع حركة فتح والجهاد والجبه الشعبية والديمقراطية القاهرة تتحرك على مصارات متعددة وبالتالي ليس صحيحا أن كانت هناك أزمة أو حالة احتقان في العلاقة هذا غير صحيح القاهرة بابها مفتوح لكل القوى الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس وفتح وبالتالي موضوع تحافظ القاهرة على مدار في اسطنبول أو غيرها هذا غير صحيح القاهرة بترحب بمجهودات كل الأطراف في هذا التوقيت برغم الخلافات مع أي أطراف سواء كانت تركيا أو كانت قطرية وبالتالي يدرك جانب حركة حماس أن القاهرة هي نقطة الانطلاق لتحقيق المصالحة المصريين بذلوا جهود مترقمة حضرهم فيه من خلال الوفود الأمنية المتتالية للقطاع بترتب الأجواء والحسابات فمصر حاضرة بقوة وهناك حرص مصري على ترتيب البيت الفلسطيني القضية هي توفر الإرادة السياسية حضرتك إذا توفرت بين الفصائل والقوى الفلسطينية إجرائيا سيكون هناك خطوات في الأيام المقبلة زيارة حماس ستكون هي البداية لكن سيلي ذلك خطوات متعلقة بترتيب القاهرة للقاءات للفصائل ثم الاتفاق على تحريك المياه الراكدة في ملف المصالحة هناك إجراءات ستبقى عاجلة متعلقة بترتيب الأولويات لا توجد مشكلة في تنفيذ الاستحقاقات التي تم الاتفاق أصلا عليها في القاهرة طوال الفترة الماضية وبالتالي ستكون لها الأولوية المطروحة أما مناقشة القضايا الفرعية منها صفق التبادل الأسرى أو غيرها ستكون بطبيعة الحال مطروحة لأنه لا يوجد فيها أي ملفات معقدة بالعكس هناك تقارب في وجهات النظر الآن بين الترفيين وهناك ترحيب إسرائيل دكتور طارق أشرت إلى جملة من المخاوف أشرت إلى جملة من المخاوف التي تتوقف عندها حماس بما يخص علاقات التطبيع مع إسرائيل هل يمكن لهذه المخاوف أن تقرب بالفعل وتسهم بتواصل إلى تسوية ما بين فتح وحماس برعاية مصرية أعتقد حماس في تقديرها هذا يعني تقييم قادة حركة حماس أن كل ما يجري سواء كان فيه مشروعات السلام بين الدول العربية وبين إسرائيل ستؤثر على مجمل القضية الفلسطينية لكن أنا في تقديري الخطر الأكبر من الاتفاق مع السودان لأن السودان كما تعلمي له علاقة مباشرة مع حركة حماس وهناك دعم كبير فبالتالي حماس تشعر أن خيارتها تضييق ويهامش الحركة والمنورة بيقله وبالتالي تعود إلى الأصل تعود إلى القاهرة لترتيب الأجواء وبالتالي أعتقد أن القاهرة يعني تدرك هذا جيدا في إطار تعاملاتها مصر تتحرك على مصارات متعددة ليس على فرعيات مصر تتحرك على أكثر من مصار في نفس التوقيت هناك اتصالات مع ميلادينوف من نيكولاي ميلادينوف المندوب الأممي في قطاع غزة يتحرك في إطار تقريب وجهة النظر تقديم تسلات لكن أيضا القاهرة لديها التحرك الأهم انتجاه الجانب الإسرائيلي في إتمام الاتصالات واللقاءات بعيدا بقى عن الأدوار الأخرى للأطراف التي تعبس بأمن الجانب الفلسطيني سواء في القطاع أو الضفة أقصد تحديدا قطر وتركيا في هذا التوقيت وفي الخلفية بطبيعة الحال المرجعية الإيرانية فبالتالي حينما تتدخل القاهرة هنا ترتيب للأولويات الفلسطينية في إطار حرص مصري مباشر على إنجاح المصلحة واستكمال خطواتها صحيح أن هناك ضغوطات تتعرض لها حركة حماس لكي أكون أمينا في التحليل هناك بالفعل ضغوطات تتعرض لها حركة حماس في هذا التوقيت ربما تتفح إلى مراجعة حساباتها وتقديراتها وأعتقد أن المصلين قادرين على إنجاح فكرة المصلحة وإدخال حيز التنفيذ مصر لديها قدرات وإمكانيات كبيرة إذا توفرت الإرادة السياسية من كافة الفصائل التي ستكون بطبيعة الحال ضمن هذه المنظومة أعتقد سنتجه إلى التفاؤل في توحيد الصف الفلسطيني قريبا شكرا جزيلا لك دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة